ما هو الحلم القرشيد؟ كنت أتفل أطفال وكأنك أتفل؟ كنت أتفل صراحة أن يكون صحفي آه، قلب الأضواء؟ قلب الأضواء دائماً كان نكون مرتاح هنا كنت أتفل مع الصحفي لأنه كان دائماً في عتقائدي أنه الصحفي يغير بشكل حواج في الحياة كنت أقول دائماً لإنسان بالقلم أو بصورة أو الكاميرا ويصور لقطة أو ما يكتب عليه يمكن أن يكون مؤثرة للناس بطبيعة حالة شي كنت أخبرك أنا في السينات والسبعينات والثمانينات لما كان الانترنت اليوم والد رائعي الغنم في مكان ما كنت أتفل تليفونه هاداك اللي بشارجور ما طلو هادا ومع ذلك يقدر يوصل الصوت ديان طبعاً دونك صحفي شنو يجعل أنك ما توجهتش لصحبة رشيد؟ دراسة لما درت دراسة ودرت الكونكور دردوزت الاختبار باش نكون في المصرح وانا مشي تغي مع جوجي الأصدقاء ديالي أنا معماري كنت أقول أنا تقصة جميلة هذي غادي رجعو لي هذي المعمار كان رشيد رشيد لوالي نهار ليفاش مشا نهار لوالي استوديو بستي باش تصحابو يدوزوا كاستين ماشي هو نختين تليم دووز كاستين قونتالي دايز اه تماماً دووزوا عامين باش يدخلوا يقرؤوا المصرح في مسرح ماما الخاميس تحت الاشرف ديالي عباس براهيم الله يرحموا وذلك ساعة ما كانش المعهد فكانوا كيدوزوا الشباب الكونكور وكيدوزوا ميتين والتلتمية وكيدوزوا ميتين والتلتمية وكيدوزوا منهم واحد تناش والأربعتاش والأستاش والأثير العشرين اللي في هذي السنة كيمكن لهم يقرؤوا أنا دووزوا العاملوا المنزحوش العام التاني قالوا يا كون فالخير علينا ويلاه معنا فامشيت معهم غيباش نهو ننسوهم ويساعدني تاني تاني نعمار قالوا اللي أنا انا انا ننسوهم وقالوا لي يلاه خد دوز معنا خد دوز معنا دوزنا مشيت وتوجدت هذك شي بوحدي لأنه ما كنش أنا كاع كان بغير المصرح كان كاي دوز تتليفزيون وطياطر سواق كنا كنت تفاور مسمعناه كايني النتاجي اعجا سيانك خوايه ووجيين واحد شك وقعتوه خصيصا على المصرح مورها دوست من هالني دوست وخرجت نتائج قالوا لي سير شوفنا النتائج حيث احنا كنا مننا مرة كنت صابوا الخيمة الأمان فكنت عندي واحدة بشكلات حتيتها كبقي كان عقل كنقلب على القنبو هي كنسلم عليه ومسليك مسليك ما لقيتوش رجعت زيت البشكلة وانا نقول بحلب انت يا رشيد واني حيث انا لمشيتش نقلب على زمين مشيت لقيتها في الوسط وكنت يادي قلت اجي ندخل غير من اجل الفوضل فلما دخلت لقيت هذك شي قائلي كنت كانت تمنى نديرو شي نهارا نقدر نديرو وانا اكتر هذه صدفة خير من الف مئات